تصوري انك تلقي راسك في وسط عائلة ما تتحملكش باكم امك يتسنون لك اي خطأ وسيكون صغير باش يعنفوك بطريقة مبالغ فيها في حين ان اخوتك تعاملوهم بطريقة مزيانة زيت على هذا الشيء كامل يسكنك جين عاشق لغادي يدمر لك حياتك كتر ما هي مدمرها وخليك تنضي يوميا مع ال 12 تعليل قدام المرأة تدير الماكياج وتلقي الموسيقى مجاهدة وتبقيتها تشطعي حتى تغيبي وفي وسط هذا الشيء كامل يسافت لك الله اللي ينقذك ويحول لك حياتك 180 درجة من الأحسن لا تعرفي و لا تعرف القصة خليكم معي حتى لنهاية الفيديو معرفوكم شخصية جاء العائلة العائلة اللي مكونة من الأب والأم والأخ والأخت نحن نركزه بزاف على البنت لانتية لأساس جاء القصة ويعلى شزير هذا الشيء كامل ونسميها أحلام كان المشكلة وسط هذه العائلة هو أنه كان واحد التمييز كبير بالولد والبنت الولد اللي طلبها تديروا عليها أما البنت اللي كان سميسها أحلام كان العكس ما كان وشك يجوا فيها وأحلام اللي كانت تتقرها مزيان وكانت تتقرها في الجامعة فعمرها 22 سنة بنت تتقرها مزيان تتصلي منتبع قريتها كانت ضريفة وكانوا يدي موالدات يغوتوا عليها غير هي أما أخوها يدير اللي بغى حتى شو واحد ما تتقدر معه وكل شيء قابل على الخاطر أحلام كانت الحياة الجيلة عبارة أنها تتمشي لجامعة تتقرها وتترجع وتصور أنها تتعطي خمسات دقيق تشدتها تتعطيها لعصا وتدخل بيتها وتتخبأ فيه وتبقى تتبكي مسكينة الليل الكامل وتقاهرات وتتقاهرات ولاد غير منوية تجيما خايفة ومن تتجمع ما حتى شو واحد تتبقى غير بوحدة ومكترت المشاكل اللي كتلوا عليها ولاد كانت تمشي يجيما اللي بحر وتتغيب فيه واحد المدتة كبيرة باش تنفس شوية عدة تمشي تقرا في لفك شو حامل واحد حاول يدخل لحياتها ولكن ما تتعطيه مش فرصة لأنها ما كانش عندها معادي نوع جيل العلاقات العابرة وبقات على هذا الحال حتى لوحد النهار تعطلت فيه بالزهف وفي شجعات لقات بباها ومها تتسنى هابا بالضر غير شفتهم وجدت لحصة اللي كانت تدهيها اللافك ومشت تدهيري لطوالة حشاكم وبقات تدبكي وطرقها لما باش ما يسمعها لأنهم اللي سمعوها تدبكي غادي يزيدوا وزيدوا عليها وعودا يضربوها ويقول لها لاش تدبكي وكملت وغسلت وجهها ومشيت لبيتها باش تكمل ناسها وصلني ويجي ما جرعتها ومشعرها وقالت لها شنو كي يسحب لك وانت قلسة بوحد كفاض الطار تدير لي عجبك وتنعسي فوق مما بغيتي وقالت لها نوضت وصلني لما عنها ونوضتها وهي تدبكي ومشت بحل لغادها ووصلت لما عنها وهي تدبكي وقلبها تتحرق سهلت ودخلت للطوالة سهلت بكذا وغسلت وجهها ومشت لبيتها حتى تدبحل لغادها وفي الصباح عود ثاني نيت تكشي تتنوض تتصلي تتفطر تتمشي البحر وتتتقر على رأسها غير تتطل شوية تتركوا اللحصة وبقى تحتر واحد من نهار تقهرات والذي فات لغوات واللحصة والصبان والذي تتجمع تتلع تتدخل تتضربها تتمشي طوالة تتجري تتلق الماء وكتبقى تتبكي بشوية حتى تتسالي وتتوصل لوجهها وتتنوض تتصلي وتتناس وبقى على هذا الحال شي سيمانة قريبا غير تتضربها تتدخل الطوالة تتبقى تتبكي بشوية حتى تتشباه وتتجي خارجها مهم على الوقت واحد الجنة اللي كان في الطوالة بدأت يسمع البكاء ديها لها وبغى يعرف شكون هي وشنه السبب علش تتبكي جيمة وبقى تتسنى حتى تتدخلات وبقى تتبكي ويعرف شكون حقيقة عجباته كل نهار تتدخل يبقى حاضية حتى الواحد من نهار قرر انه يدخل فيها ولكن يتسنى غير امتى تتعصب ولا تكون علاجة هذا بش يدخل فيها حتى الواحد من نهار دخلات ويتتلقى مع باباها وقال لها فين تتطليتي جاوبته بوحدة طريقة خائبة قلت ليه كنت قارية وصافي وجد غادية لبيتها ويشدها مني ديها وبدت يضرب فيها وبقى تدغوط وتتبكي هنا صافي لقى لجل فرصة جاله ودخلها وسكن فيها وبحالة تضربها بابا ومشرت الناس ومن هنا تحولت الحياة ولدت هذه الدرية تقيلة لا تستطيع تدير شي حاجة لا تتصلي لا تتبشي اللافاك لا تتغسل المعن وهذا الشيء بطبيعة الحال السبب جاله هو الجن اللي كان بغي ينفرد بها وتبقى عليها غير بوحده وأي واحد يقرب منها يخيب لها الصورة جاله قدامه باش ما بقي حتى شي واحد يتهجبه مهم البنت صافي تقلبات ما بقات لا تتقرأ ولا تتجير والو ولا النهار الكامل وتتبقى عن عزة تتوصل إلى 12 داع الليل تتمشي قدام المرأة تتجير الماكياج وتطلق الأغاني بالجهد وتتضطت شطح تتشطح حتى تتعيها وتتضطح تتنعذ ما حقل على حتى شي حاجة ولت من عازلة حتى حاجة ما أجبها وحتى شي واحد ما أجبها وبحل عادة النهار الكامل ونعسا جال الليل ناض دارت الماكياج وقفت قدام المراية ويتطلق الموسيقى بالجهد وبدت تتشطح حتى يدخلوا عليها وليدها قال لي أبابا بوحد الطريقة واش حتى شي حدمين عزة حسب ما حك فاض الطار ناضمها ومشطفات الموسيقى وجابا يضربها بحل عادة ولكن هذه المرة كان مختلف حتى هي ضربته وبقى هو يضرب وهي يضرب وتضغوض بوحد صوت غريب هنا بابا تخلع وهرب وستعليه على الباب حتى الصباح وما يعطوا للطباب جال الأمراض العقلية باش يتجوها للصبيطار جال الحماق مسكين أياما فهمة والو وما ما بغوش يفهمها شهرين وياف صبيطار وبحل العدد تتناشتاع الليل تتفيق تتقاط توجهها وتتطلق الموسيقى وتتقاط تشطح حتى تتفقد الوعي وتتناز وفي الصباح تعطيوها في التوايات وذلك اللي كان بغالجين أصلا باش ينفرد بيها وتبقى عليه بوحده وحتى شي واحد ما بقي يشوف فيها ولكن واحد من نهارجا واحد الطبيب اللي كان بقي يجون وقات يشوف وطيضور في اللح الساعة وبنتلعي قلسة ما كان تجير حتى شي حاجة وغير قلسة وبنت زوينة وما زل في الشباب جيلها صافي الطبيب جاه الشك ومشار الإدارة وعطاه الملف جيلها جاه هذا الشي ماشي هو هذا والبنت كان تبانت من حالتها انها ماشي حمقها ومشى عندها وقت يهضر معها وعودت له كل شي والطبيب اللي كان واي شوية وكانت يأمي بأن العالم جيل الجن ما تبكيش التوايب بتوها بالعكس خس كغير القرآن والرقية الشرعية ومشى عنده واحد لفقه اللي كان معروف أنه تدير رقية الشرعية وقال لي يجيبها ليها وبطبيعة الحال اخدال إدن من الإدارة ودعا له وعند الفقه بقات يقرع عليها القرآن ضد التركل وتتنفسه الجهد وتهضروا معه ويما تتجاوبهم قال لي الفقه باللي رأي البنت مسكونة وديها حتى الغدوعة ودعا له وتصوروا أن الليل كامل وما نساتش هذا الجن قطيع تدف فيها حتى الصباح وفاش وصل الطبيب حتى الغدوعة ودعا عند الفقه للمرة الثانية هذه المرة تجاوبت معه بصوت الغليد وكان بين أنه لم يجعله وهذا الصوت لي لم يكن مفهوم واحد شوية تتيدو الجن وحاول ليهم القصة وكيف يدخل هذه البنت وماذا هو السبب أصلاً الذي يدخل فيها ولا يسكنها ولم يريد أن يخرج ويقطب بكيد هالفقه يحصي معنا يومياً حتى أولد شوية والجن وعدهم أنه سيخرج أصلاً وقد أصلاً حتى أولد شوية أصلاً وقال لي الفقه بلي صافي رأي البنت خرج من الجن ويقدر ترجعها للطار لم يكن محتاجة أنها تقلص بسبب طارتها على الأمراض العقلية طبيب على حسنية مش عند والدي وعود لهم كل شيء وعود لهم أشطرة وقال ليهم بلي رعدها بيقدر تجيبها ولكن تفاجئ بهم أنهم يقول لهم ما باقيش بغيناها وقال ليهم طبيب بغيت حاجة وحدة قال ليهم أنكم تعطيوني الرضا باش نجوج بها وقال ليهم غير رضاوا عليها وأنا نجوج بها ومسوقكم فوالو بنجوج بها على سنة الله ورسولو وجاوبوا ببها غير ديها نحنا ما بقى عندنا ما نجلوا بها وأنا صافي طبيب خرج ومشي عند أحلام قال لها بغيت نقول لك شي حاجة قالت لها شنية جاوبة بلي طلبتي تتكل الزوج من اببك بلي رعها وافق وبغيت الموافقة جالك أنت دابها إلا بغيت بطبيعة الحال وبقى تساكت شوية ويدقول له انت سمعت لي ووقفتي معايا ودرتي معايا اللي ما دروش معايا عائلتي والتي أقرب الناس لي وأنا موافقة نزوج فيك طبيعة الحال الطبيب فرح بزاف وتزوجها وخاكك وليجيها ما حاملينها حتى دادت واحدة لمدة طويلة وولدت وصافي هنا بدت تتقد شوية العلاقة وبدوتي تتقبلها ولا تم زيانة وهنا كانت النهاية نجي الحلقة اليوم كانت منها من أي بنت تتحماق على اللبكة في بيتها ولا في الطوالات ولا تبكيش في الليل وحتي لجاكت للبكة ستشعلي الضو تلقي شوية على القرعان وتبكي وتنسي لأن اللبكة في الطلام ولا في الطوالات سيأتي بغير شج الجن والجن العاشق وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله